ساجد عبيد مطربة عراقية ذائعة الصيد اشتويرت بنمط الأغاني الشعبية وأغاني الريف العراقي بالإضافة إلى بعض الأغاني الغجرية اسمها الحقيقي سجود مناع عودة شبيب التميمي وهي من مواليد منطقة البنصور في العاصمة العراقية بغداد خلال سنوات طفولتها توفي والدها وهنا لجأت إلى خالها حيث نشأت عنده وقام على رعايتها ولما كانت أسرته مهتمة بالفن فقد تعلمت ساجداء الغناء على يدهم ولقبت نفسها فيما بعد عبيد على اسم الخال الذي كان له فضل كبير عليها في وقت مبكر لم تكمن فيه الثانية عشر من عمرها بدأت الطفلة سجود تقدم عديدا من الأغاني لتنطلق شيئا فشيئا نحو عالم الأضواء حيث دخلت موابيلها بيوت الكثير من العراقيين ولعل أغاني إن كسرت الشاشة هذا الحلو قاتلني خالوا يا خالة من أبرز أغانيها التي حفرت بذاكرة الكثير من جماهير الطرب الشعبي لم تحصل ساجداء على أي نوع من أنواع التعليم وهي لا تجيد القراءة ولا الكتابة حيث كان الغناء شغلها الشاغل في فترة صباها وقد كشفت مؤخرا عن ندمها الشديد بسبب عدم حصولها على التعليم لطالما انتشرت الكثير من الشائعات عن أصول ساجد عبيد التي تعود لبعض القبائل الغجرية وفي إحدى مقابلاتها على قناة سام الراء العراقية نفت عبيد نفيا قاطعا أن تكون من أصول غجرية وقالت أن حبها لهذه الفئة وقيامها بغناء البعض من أغانيهم جعل الناس تعتقد أنها تتبع لهم لا يعرف الكثير من التفاصيل عن الحياة العاطفية لساجد عبيد ويبدو أنها أحاطت حياتها الشخصية بشيء من السرية يقال إنها متزوجة برجل من خارج الوسط الفني إلا أنها كشفت مؤخرا عن خوضها تجربتي زواج رسميتين في حياتها هذا ولم ترزق ساجد بأطفال من أي من زيجتيها وعن سبب ذلك تقول أنها لم تكن ترغب في وجود شيء آخر يشغلها عن استكمال مشوارها الفني لعل إحدى أكثر القضايا المثيرة للجدل في حيات ساجد عبيد هو ما ذكرته إحدى الصحف العراقية عن علاقات زواج مشبوهة داخل أسرتها كشفت إحدى الصحف عام 2007 عن إجرائها لقاء وتحقيق صحافي مع ساجد أفضى إلى نتائج ومعلومات فاضحة ووفقا للصحيفة فقد اعترفت ساجد في اللقاء المزعوم بوجود علاقة زواج بين زوجها وابنتها كشفت عبيد أنها التقت بالسياسي والنائب العراقي السابق مشعان الجبوري وتزوجته سرا وأنجبت منه طفلة وحيدة أسمتها صبة ثم تركها بعد فترة قصيرة بعد انفصالهما بعشرين عاما عاد مشعان والتقى بسجود مجددا وحين رأى ابنتها معها أعجب بجمالها وطلب الزواج منها وعندما أخبرته أنه والدها أنكر الأمر وأصر على هذا الزواج ويقال أن مشعان استمر بالتردد على ساجد وابنتها إلى أن تزوجها دون رضا والدتها بعدما أغراها بالأموال ثم قام بتهديد ساجد بالقتل إذا قامت بإفشاء السر ورغم الانتشار الكبير لهذه الشائعة ترفض ساجد صحة هذه الإدعاءات وتنفي وجود علاقة بالأساس بينها وبين مشعان الجبوري وتقول أنها لا تعرفه على الإطلاق عرفا عن ساجد عبيد تمجيدها للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أكثر من مناسبة وقد كشفت عن قيامها بالغناء في حفلات عدي وقصي ابني صدام إضافة إلى إحياء العديد من أعياد ميلاد ومناسبات عائلة الرئيس العراقي السابق وقد تحدثت عبيد عن لقائها مع صدام وحزنها الكبير على إعدامه كما دافعت عن مجمل تصرفاته خلال فترة حكمه نتيجة لهذا الموقف تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحق ساجدة وذلك بسبب دفاعها عن صدام حسين وحزب البعث وهو أحد الأحزاب المحظورة في العراق وبعد الجدل الواسع الذي أثارته هذه الحادثة خرجت عبيد في فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك ونفت صحة ما تردد من أنباء وقالت أنها غير موجودة في العراق حيث تتواجد في العاصمة المصرية القاهرة لإحياء إحدى حفلاتها في سبعينيات القرن الماضي وخلال إحيائها لإحدى الحفلات الغنائية في مدينة الرماد العراقية تعرض الساجدة لحادثة أليما كادت تغير حياتها فبينما كانت تقوم بالغناء برفقة ابنة أختها كان بعض الشبان يقومون بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي في الهواء كنوع من إلقاء التحية وفي غفلة تفاجأت بإصابتها هي وابنت أختها بعدة عيارات نارية ولسوء الحظ فقد غادرت ابنة أختها الحياة بشكل فوري أما هي فقد نجت بأعجوبة إذ استقرت الرصاصة في بطنها وأجريت لها لاحقا عملية في لندن حيث تمت إزالة الرصاصة رغم عجل الأطباء عن القيام بذلك في البداية وبينما تشير بعض المصادر إلى أن الواقعة كانت مدبرة بفعل فاعل لاغتيالها تنفي نجمتنا صحة الأنباء وتقول أن لا معلومات لديها عن الحادثة في الوقت الحاضر لا تعرف الكثير من التفاصيل عن حياة ساجد الشخصية لكن من المعروف أنها تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات مؤخرا تداول بعض الرواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة ساجد عبيد بعد معاناتها مع المرض بحسب ما جاء في الخبر وقد تسببت هذه الأنباء بصدمة كبيرة لعدد كبير من جمهور الفنانة العراقية ليتبين بعد ساعات قليلة أن الخبر مجرد إشاعة حيث خرجت ساجد عبر حسابها في انستغرام فكذبت تلك الأنباء واستنكرت قيام البعض بنشر أخبار مزيفة عنها بشكل دائم خاصة وأنها قامت بإحياء إحدى الحفلات في العاصمة العراقية قبل سويعات قليلة من نشر الخبر اشتركوا في القناة